أعزائي جاء الرسول بولوس برحلته التبشرية الثانية إلى منطقة آسيا الصغرى حتى يشدد الكنائس وينشر الأخبار المفرحة للأمم إنه ما في حاجة للتهويد طبعاً هاي ضد بدعة دعاة التهويد وأيضاً كان بأسس كنائس جديدي وكان ينتقل من مكان إلى مكان بحسب إرادة الله لكن لما جاء إلى مقاطعة آسيا وفي فكر بولوس عاوز يصل إلى هذه المناطق نسمع عن شيء غريب حدث لبولوس مكتوب إن الروح القدس منع بولوس يتكلم بالكلمة في آسيا حاول عدة مرات ذهب إلى بثينية إلى ميسيا أخيراً وصل إلى الغرب عند بحر إيجية عند ترواس هناك سمع دعوة من شخص مكدوني إن يروح لأوروبا إلى مقاطعة مكدونية إلى فليبي حتى يبتدي الإرسالية في أوروبا فمنعوا الروح القدس يتكلم بالكلمة يعني سكر الباب أو غلق الباب لكن فتح باب في أوروبا وبعد ما رجع من أوروبا جاء إلى أفسوس لكن بغرض إنه ما يقعد كتير لأنه قال لليهود في المجمع ينبغي أن أذهب إلى أورشليم حتى يكمل العيد حتى يعيد في أورشليم وعلى أساس إن شاء الرب أن يرجع مرة أخرى إلى منطقة أفسوس بالفعل جاء الرسول بولوس إلى مدينة أفسوس في الرحلة التبشرية التالتة وكان في هذه المنطقة أكثر منطقة ثلاثة سنين في منطقة أفسوس واليوم اللي أنتو بتشوفوه هي أثرات عديدة للحضارة الهلينية الرومانية اللي كانت في أيام بولوس رسول أفسوس موقع استراتيجي في هذا الوادي بين جبلين وبتستمر نزولا إلى طريق طبعا الميناء إلى البحر لأن أفسوس كانت مدينة دينية ومدينة تجارية وأيضا إدارية من ناحية الأمور السياسية لكنها أيضا مدينة أرطميس عبادة الإلهة أرطميس فإذا جاء من البحر من جهة الغرب أول ما بيطلع بشوف أمامه المسرح الروماني اللي بيسع 24 أو 25 ألف نسمة وبصير في هذا الطريق بيدخل من هذه البوابات اللي هي خلفي طبعا من ساحة الأجورا هاي الأجورا التجارية أو الأجورا السفلة وهون طبعا ورائي مكتبة سيلسوس اللي كانت تالت أكبر مكتب في العالم بعد الإسكندرية وبعد برغاموس وطبعا بيصير في هذا الطريق اللي كان معبد بالحجارة أو الطريق الروماني والدكاكين على الشمال وعلى اليسار مع أقواس وأعمدة وفي طبعا مناطق كثيرة للتخليد مثلا الأمبراطور هيدريان والأمبراطور إتراجان وصولا إلى البوابة بوابة هيركليس أو هي بالأحرى بوابة الإسكندر الأكبر لأنه بتشوف راس الأسد على الإسكندر لأنه هيركليس أصلا هو اللي قتل أسد منيان وأليكسندر أو الإسكندر الأكبر ادعى أنه من سلالة هيركليس صعوضا إلى الأغورا المدنية أو الإدارة المدنية وين بيت القضاء وإجراء الأمور لكن هناك كان المواطنين يسكنوا في تلك المنطقة أفيسوس كانت اعدادها أكثر من 300 ألف نسمة بولوس جاء بدعوة إلهية إلى هذه المنطقة حتى يتكلم برسالة المسيح وحتى يكون سبب بركة لكن لما جاء إلى أفيسوس بولوس أيضا كان بيشتغل بإيديه كان بيتعب ويجاهد في هذا المكان وكان طبعا هو ضليع وخبير في الفلسفات اليونانية وفي المدارس المتعددة الموجودة في تلك المنطقة وأيضا عنده خبرة عن العبادات الوثنية الموجودة في هذه المنطقة وكان متجهز بقوة الروح القدس وبدعوة إلهية وهذه المنطقة اللي شهدت أكبر نهضة مسرح أحداث بولوس الرسول في هذه المنطقة بنهضة عظيمة جدا موسيقى موسيقى